عناصر التخطيط توجد أربع عناصر أساسية للتخطيط أول عزوة دراسة الظروف والأوضاع الحاضرة وتتضمن جمع المعلومات المختلفة المصادر عن إمكانية المادية والبشرية المتاحة النقطة الثانية دراسة المستقبل وتعتبر جوهر عملية التخطيط وفيها يتم التوقع بالتطورات المستقبلية والمشكلات التي قد تنشأ ويجب مواجهتها وذلك بناء على نتائج دراسة للواقع العنصر الثالث له علاقة بتحديد الأهداف ويقصد بها الغايات التي يراد الوصول إليها في المستقبل وهي ناتج من دراسة الواقع وتوقع المستقبل العنصر الرابع الترتيبات والإجراءات اللازمة لتحقيق أهداف الخطة وتشمل السياسات وهي مجموعة القواعد العامة التي استرشدوا بها والتي توضح لهم كيفية مسار تنفيذ الخطة اللوائح وتشمل القواعد التنظيمية التي تحكم وتحدد كيفية تنفيذ الأعمال في حدود السياسات الموضوعة الإجراءات وهي الإرشادات التي تبين كيفية إتمام العمليات في نطاق اللوائح الموضوعة المبادئ الأساسية للتخطيط سنشير إلى عدة مبادئ للتخطيط أول هذه المبادئ هي الواقعية والواقعية يقصد فيها التخطيط يجب أن يبدأ من الواقع لتحويله إلى وضع جديد مع التأكيد على تناسب الإمكانيات المتاحة مع الآمال التي نرغب في تحقيقها المبدأ الثاني الشمول الشمول للمجالات أن تكون الخطة شاملة لمجالاتها ومتناسقة مع المجالات الأخرى في التربية المبدأ الثالث المرونة بمعنى التخطيط عمل دهني في الحاضر يتم تنفيذه في المستقبل الذي يخفي أمورا لا يمكن رؤيتها الآن فإجاب أن تكون الخطة قابلة للتعديل والتصحيح كلما دعت الضرورة المبدأ الرابع الاستمرارية بمعنى ترابط العمليات مع الخطط أي أن يكون التخطيط سلسلة مترابطة من العمليات المتداخلة خطوات قصيرة المدى تصب في خطط متوسطة المدى وتؤدي في النهاية لتحقيق أهداف بعيدة المدى المبدأ الخامس مبدأ الإلزام ويعني أن الخطة ينبغي أن تترقم إلى برنامج عمل لكافة الوحدات الاقتصادية والأفراد لذا فهي ملزمة التنفيذ وفقا للجدول الزمني المحدد سلفا المبدأ السادس وضوح الهدف توضيح الأهداف وتحديدها من أولويات العمل التخطيطي حيث أن وضوح الهدف وتحديده يفر الوقت والجهد ويؤدي إلى فرص أكبر للنجاح مبدأ سبعة إمكانية التنفيذ الخطة التي لا ترى إمكانية التنفيذ خطة يصعب نقعها المبدأ الثامن الأسلوب العلمي استخدام الأسلوب العلمي في جمع البيانات والمعلومات وإقراء البحوث حول الموضوع المراد التخطيط له آخر مبدأ هي مبدأ المشاركة ينبغي أن يشترك الجميع أكبر عدد ممكن في إعداد وتنفيذ الخطة وخاصة من الأفراد المعنيين بعملية التنفيذ أو المستفددين بالخطة مراحل التخطيط سنتحدث عن مراحل التخطيط أول مرحلة من مراحل التخطيط هي مرحلة التحضير والإعداد ما يسمى بالمرحلة التمهيدية وفي المرحلة التحضير والإعداد أو المرحلة التحديدية يتم تحديد حقات النظام التعليمي كما يتم جمع المعلومات وعمل التقديرات يتم تقدير الاحتياجات من القوى العاملة يتم دراسة الأوضاع السكاني والاقتصادي والاجتماعي يتم وضع دليل عملي لكيفية سياقة جزئيات الخطة في المرحلة الثانية مرحلة تحديد أهداف الخطة ويراعي في الخطة أن تكون واقعية وواضحة وممكنة التحقيق خلال فترة محددة من الزمن وطموها أن تصاق بشكل تفصيلي يحدث زمن تحقيق هذه الأهداف وأن تكون هناك مشاركة في وضع هذه الأهداف المرحلة الثالثة هي مرحلة وضع الخطة وفي مرحلة وضع الخطة يتم ترقم الأهداف إلى صور رقمية ومؤشرات مادية تحديد الكلفة ومصادر التمويل التنسيق بين المشروعات جغرافيا وزمنيا دراسة الاحتمالات المتوقعة في الخطة الرابعة مرحلة تنفيذ الخطة ويتم التأكيد على مبادئ تنفيذ الخطة والاتصال بكل من له بعملية صلة بعملية التنفيذ وأن نفكر ماذا نعمل ومتى نعمل ذلك التأكيد على وجود الموارد اللازمة للتنفيذ سواء كانت موارد مادية أو خبرة بشرية وجود قدول زمني للتنفيذ وجود آلية للتصحيح وإعادة التخطيط آخر نقطة في مرحلة تنفيذ الخطة تطبيق أدوات متابعة المرحلة الخامسة مرحلة الخامسة هي مرحلة تقويم الخطة في مرحلة تقويم الخطة يتم وضع معايير للتقويم ويتم استنباط أهداف للخطة الجديدة من خلال تقييم الخطة السابقة بالتعرف على عناصر القوة وعناصر الضعف عناصر القوة المحافظة عليها وعناصر الضعف لتقنبها أو معالقتها أو تذليلها في التعرف على الانحرافات عن الأهداف بمعنى كم حققنا من الأهداف كم نسبة التحقق وتحديد الأسباب التي أدت إلى الانحراف عن الأهداف